ويعني كلمة الإمام عامر الشعبي بتذكرني بمنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيستخدم المنهج التحفيزي يعني لما الإمام عامر الشعبي قال لي أبي حنيفة أرى يعني فيك يقزة فهم زكاء كده ورأيا وإنك مشروع عالم متعطلش الملكات التي عندك وفي حد الله تعالى وهبه زكاء وقدر على الحفظ لكن بيهمل ذلك ويشغل باله بأمور حقيرة فيها لا قيمة ترجى منها فده كان منهج سيدنا النبي له المنهج التحفيزي يعني لما قال عن عبد الله بن عمر يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل يقول ناشع مولاه فما ترك ابن عمر قيام الليل بعد أن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سيدنا أبو هريرا بيسأل سيدنا النبي مر سؤال الحديث في صحيح الإمام البخاري بيقول له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم الخيامة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ما ظننت أن يسألني أحد لما أراه من حرصك على الحديث ما خطرش ببالي ما ظننت أن أحدا يسألني ذلك السؤال سواك يا أبو هرير لما علمته منك من حرصك على سماع الحديث شو الكلمة ومعناها كما أستاذ من الأساتذة ونحن في الصف في الصفوف الدراسية في الأزهر الشريف بس ينادي علي باسمي يمكن الإنسان يظل فرحان أسبوعين لو قال له أنت شاطر أو ما شاء الله أو فلند نبيه أو ملتزم هذه كلمة لها مردود رائع جدا على نفسية الطالب وتجعل الطالب أكثر قربا وحبا وارتباطا بذلك الشيخ فده كان منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يعني مخلصا بها من نفسه أو من قلبه كما في رواية أي يعني عمل بها نطق بها وعمل بمختضاها عمل بمختضا لا إله إلا الله لأنه لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله لكن ما المطلوب منك هذا في الحقيقة هو المعنى وعلى نفس الدرب سارة يعني الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان قلت لكم من قبل كان ابن مسعود حينما يخرج على تلامزته يقول لهم أنتم جلاء حزني ويقول عن علقمة بن قيس ما أعلم شيئا إلا ويعلموا علقمة ولا أحفظ شيئا إلا ويحفظه علقمة ابن قيس عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن لما كان يروح العراق وبعدين جابر بن زيد أحد تلامزته وبعدين الناس بتسأل عبد الله بن عباس فيقول تسألوني وفيكم هذا الحبر وفيكم جابر بن زيد تسألوني أنا ده عندكم جابر بن زيد تسألوه شوفوا المردود الرائع والجميل على نفسيتي هؤلاء يعني العلماء